وفي خبر آخر تزامناً مع عام الإبل 20-24 بدأت دور السينما في المملكة بعرض الفيلم السعودي هجان واللي أنتج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء يتناول الفيلم العلاقة الوجدانية التي تربط بين الإبل وملاكة لتفاصيل أكثر حول هذا الفيلم ينضم لنا للحديث عبر السكايب الأستاذ محمد الزهراني أحد أبطال فيلم هجان أهلاً وسهلاً فيك أستاذ محمد أهلاً وسهلاً ومساء الله خير عليكم بارك عليكم يا مساء النور بداية أبيك تعطينا نبذة كذا عن الفيلم وإيش كانت فكرته والله فيلم هجان أنا أنا سوفه كثيراً مش عشان أنا أحضر المشاركة فيه لكن هو بيح علاقة الإنسان في الإبل نحن من خلاقة ومن حدث صلوما عليه الصلاة والسلام ناقت واحد وهي لحدث فيتا تسول وهي لحدث فيتا تسول قابل أنه يعني يحتفظ بحفيرة ويحق لها بطولات وصباب علم الإنسان متردد لكن عمر حولينه كان مطلق أنا يعني معايا الأخ صالح كنا في هذا الجانب مشجئ إنه يستمر بحفيرة وإنه يطلس أقاد لكن في مقابل لازم يحقق شيء أشبه وفيلم جميل يعني حقيقي ويحكي واقعنا العربي وفاطنا بيبين أحبنا لها وأيضا التعاطف اللي في داخلها جاه مربي كان فيه توأمة بين كبيرة وبين عمر توأمة عدن يعني المخرج ما تعب كثير فيه طراتها تجاه عمر كانت سبحان الله طمقية كنا ملتصف فيها فتحة كبيرة فيها أستاذ محمد يعني أمس كان عرض الفيلم كيف كشفتم التفاعل بالله يشوف يقولوا ما يمسوك أنا ما أريد أن تفعل الله تعلم يعني تسرق من زمالة وزمائات ومن ثوار تسرق اليوم الأولاد حابوا أن يروحوا وما فيه توزات يعني فمعنات أنه فيه فيه قبل مثل هذه الأفلام فيه قوى المكاهد في مثل هذه الأفلام يعني أنه في قوله يدوك يجوز على ثلاث يوم أنا بكتولي يا بابا ما يجب اليوم لاقي حجز ووسع ومسر قبلها كويس نحن 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 وهذه فجميلة تفعل يعني صالح بإمتقائية هذه الأفلام اللي أعطي فيه الإنسان السعودي والعرب تمام أستاذ محمد نبيك تحكينا بس وين يعني صورت الفيلم وين أخدت لقاطاته وأيضا كم استغرقت لإنتهاء هذا العمل بالله يا أختي الكريم هو ثلاثة شهور تقريبا جميل أو أكثر أكثر كانت في جزئية في نيوم في جيبوك وجزئية كانت في أردن وكانت أيام قال لا يوريكم كانت واصل حد لكن من العمل عبرت والطرعة إنجال نعمل كل شيء صحيح كيف فيلم هجان يعزز من نشر ثقافتنا وتراثنا الأصيلي للعالم جميل وكانت في شغال المشاركة نحن اوضح الشركة المنتجة والمشاركة في مهرجات وما كانت المقصود المشاركة لتعريب العالم الأخ مدى على إنساء بالإبن يعني هم يعرفون طعب الحيوانات وطعب نحن أيضا كنا نوريكم إنه والله نحن عندنا دائم مع الإبن في طبيعات وفي تعمل في برصاتبها كانت رسالة أكبر الكثير و المفتل في هذا النص بشكل جميل قدم للعالم الآخر بعد كندا وكان له تفاعل كبير وكان إقبال أنا كانت تصني من السادة الشوقي المفرج بعض الزمار يقول والله يا محمد إنه فل الصالح والله يفل يعني نحن نجحنا لتعريب العالم الآخر في نفس الوقت وطقنا هذا التاريخ والإرث الكبير لأجيالنا القادمة ليعرفوا ماذا كان يبقى وارتفاقهم وارتفاقهم بمغروف جميل بحب جميل مع هذه اللبن أكيد أستاذ محمد الزهراني نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق ونشوفه بأكبر دور السينما في العالم يعطيك العافية